السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أهزائي الكرام أهزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات من الأستاذ محمد البخاري وهذا الفيديو يخص الاختبار الموحد المحلي على صعيد المؤسسة السنة السادسة من التعليم الابتدائي ولي يخص هذا الامتحان مادة النشاط العلمي دورة يناير 2023 بلا شك أنكم شاهدتم معايا بزاف ديال الامتحانات والفروض اللي درتهم في هذه القناة درت بزاف ديال الامتحانات كيخصصوه المتحال موحد المحلي ديال السنة السادسة من التعليم الابتدائي اللغة الفرنسية الرياضيات الاجتماعية التربية الإسلامية واليوم إن شاء الله غضين ديروا مادة النشاط العلمي كندرت جوج ديال النماذج من مادة النشاط العلمي واليوم غضين زيدون النموذج رقم 3 إذن مادة النشاط العلمي دورة يناير 2023 عندي هنا خمسة ديال الأنشطة ربعات ديال الأنشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية وذلك في إطار التناوب اللغوي نعم إذن نشاط واحد وعليه جوج دي النقاط أكتب اسم التحركية أمام كل جملة مما يلي إذن نحاول نكتب اسم التحركية هنا سنقرأ الجملة ونكتب اسم التحركية وش هي تحركية إرادية أو لا تحركية لا إرادية يريد عمر حمل قلم ليكتب فيحمله بيده إذن هنا يريد أن يكتب إذن إذا لا أريد أن نكتب أنا سنهز القلم بيدي وبالتالي هي تحركية إذن هي تحركية تحركية إرادية تحركية إرادية نعم حرك سعيد رجله بسرعة بعدما وخزه أخوه بإبرة وهو نائم إذن هات سعيد حرك رجله بسرعة من بعد ما وخزه خه بايش بواحد الإبرة يعني قاسه بواحد الإبرة وحرك رجله بسرعة وبالتالي هنا هي تحركية ماذا؟ لا إرادية تحركية لا إرادية لا إرادية لماذا؟ لأنه ما كانش مستعد من ذاك الحركة غير منين وخزوه باش حرك رجلو بذاك السرعة اللي تكلمنا عليها هنا إذن سألنا من نشاط رقم واحد دزول النشاط رقم اثنان نشاط رقم اثنان كيتكلم على تحولات الفيزيائية والتحولات الكيميائية أو التغيرات الكيميائية نعم إذن حدد نوع التغير في كل حالة بكتابة تغير كيميائي أو تغير فيزيائي إذن في كل حالة إما سنكتب تغير كيميائي أو لا تغير فيزيائي ولكن قبل ذلك الشيء قلنا أولا أن نعرف ما هو التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي إذن أولا تغير الكيميائي هو تغير غير انعكاسي يعني هو تغير لا يمكنه أن يعود إلى حالة هي الأصلية أو الحالة البدئية بينما التغير الفيزيائي وتغير انعكاسي يمكنه العودة إلى الحالة الأصلية مثلا تسوس الأسنان تسوس الأسنان يعني تسوست لواحد الدرسة أولى واحد السنة وش يمكن لها ترجع كما كانت لا إذن هو تغير ماذا تغير كيميائي نعم تغير كيميائي إذن تغير كيميائي كنقوله غير إنعكاسي تجمد الماء تجمد الماء منك يتجمد وش يمكن له يرجع سائل نعم يمكن له يرجع سائل بفعل التسخين وبالتالي هو تغير كيميائي عفوا عفوا إذن هنا تغير فيزيائي نعم تغير فيزيائي لماذا؟ لأنه يمكنه العودة إلى حالته الأصلية أو حالة بدئية يعني كما كان سائل احتراق الخشب خشب عندما يحترق هل يمكنه أن يعود إلى حالته الأصلية؟ خطأ إذن تغير كيميائي نعم تكلمه على كيميائي يعني غير إنعكاسي لا يمكنه أن يعود إلى حالته الأصلية بينما تغير فيزيائي يمكنه العودة إلى حالته البدئية صداء الحديد نعم تصدى الحديد تغير كذلك كيميائي كيميائي غير إنعكاسي ندو الآن السؤال أو النشاط رقم أربعة وهو نشاط متعلق بالأخطار اللي كتصيب الجهاز العصبي وكذلك من بين الأمراض اللي نتجه عن سوء التغذية إذن نصنف ما يلي حسب الجدول السؤال عليه ثلاثة ديال النوقات وكل جواب صحيح عليه 0.25 قلة النوم وش هي من الأخطار التي تهدد الجهاز العصبي؟ ولا هي من الأمراض ديال سوء التغذية؟ إذن قلة النوم هي من الأخطار التي تهدد صحة الجهاز العصبي نعم إذن قلة النوم نعم السكري إذن نتكلمه على واحد مريض مثلا بالسكر كنقوله هو مرض إذن مرض ناتجه عن سوء التغذية السكري الأنيميا كذلك أنيميا أو لا فقر الدم كنقوله نعم الضجيج المتواصل الضجيج المتواصل هو خطر يهدد الجهاز العصبي الضجيج المتواصل ثم السمنة السمنة هي مرض ناتجه عن سوء التغذية السمنة ثم أخيرا التدخين هو خطر يهدد الجهاز العصبي التدخين نعم التدخين إذن قلة النوم الضجيج المتواصل التدخين هي من الأخطار التي تهدد الجهاز العصبي السكري الأنيميا السمنة الضجيج المتواصل هو خطر يهدد الجهاز العصبي سؤال الرابع لهوا en francسي ؛ يحدث عن السMichael يكون عنه للدحكة اته يبدو أنه بالمكضية سوف يكون النصير ذلك ، السم يعني يكون مكضة يكون الثالث انهاج الشخص الس Сам يموت الهاجة يوجد如果 شبف کل مكضون يوجد على المناز وakeدي scenario�� يجعل sac passado Because yes, يتحدثون من جنجي من المتخ�� باكالمثرة من النافيدي المن maximum يتحدثون من المتخرفقة في اقوموا بالغازικTycon محالية اقوموا بالبدüğي المنوف Merين يكون مقالبا لصczenia للغاية فيا يعمل بحضة المتقال قطعنا باستاذ الله يعمل بحضة السلخول يكون المتقالبا لص شخص الان يتحدث عن أسفل و يكون همكنات حياتي هذا السؤال الأخيد الماء لاحقا resolution سنعرف أم كهتمائية سنعرف سيحرة سنعرف الأمر السبب الماء في الهواء نسبة 80% إذن خطأ إذن تنائي أكسجين ما كيشكش 80% من الهواء كيشك فقط 21% من نسبة الهواء في الجو رمي الكرة بالرجل هي تحركية لا إرادية رمي الكرة بالرجل هي تحركية لا إرادية أنا خطأ لماذا؟ لأن أنا لا أريد أن أضرب الكرة بالرجل يعني أنا تكون الحركة بإرادتي يعني هي حركة إرادية وليست غير إرادية أو لا إرادية لمس إبريق ماء ساخن بالصدفة حركة إرادية يعني أنا مثلا لمست واحد الإبريق ماء ساخن وحرقت الدي وش هي حركة إرادية كتكون حركة غير إرادية يعني لا إرادية مش بإرادتي إذن خطأ يعني ما يمكن أن أدب راسل تهلكها ثنائي الأزود مكون من مكونات الهواء صحيح ثنائي الأزود هو واحد الغاز اللي النسبة له كبيرة بزافت 78% مقارنة باقي الغازات المشكلة للهواء العبارة الموالية الهواء ضروري في عملية الاحتراق صحيح ضروري من وجود الهواء باش يحدثنا الاحتراق تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيسر للجسم اليمنى للأيسر نعم واليسرى الأيمن يعني العكس إذن إحنا عدنا في الدماغ دينا عدنا باحة حركية يمنى كتتحكم في الحركات ديال النصف الأيسر وباحة حركية يسرى كتتحكم في الحركات ديال النصف الأيمن للجسم إذن هنا صحيح إذن عندي ثلاثة العبارات خطئين وثلاثة العبارات صححين إذن وبهذا سنكون كم مثل فيديو دي اليوم اللي كان يخص اختبار الموحد المحلي على سعيد المؤسسة للسنة السادسة من تعليم ابتدائي مادة النشاط العلمي دورة يناير 2023 أتمنى أنكم زيدوا الدعم وقناة تربويات مع أستاذ محمد البخاري بالشراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يصلكم جميع الفيديوهات اللي كان قدم كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته